من كم يوم كنت ألعب يشتغل بكل أمان الله على فيديو جديد لحد ما إجاء لألعبتو بسكتة قلبية وأنا نحطه بسكتة دماغية من قوة الصدمة ما رسمت ليومين كاملين أوكي هاي كزبة رسمت بعدها بخمس ساعة بس الفكرة وصلت كنت مأهور ولروح أهري قررت إلعب لعبتي مع أصحابي دكتار بس ما حدا كان فاضي فقررت فوت على اليوتيوب العربية يشوف إذا في حدا لعبه واللي لقيته كان صحراء قاحلة ما في ولا فيديو عربي عن اللعبة ولا فيديو عربي واحد عن اللعبة أوكي وقتني عرف اليوتيوب العربي على لعبتي عن طريق الانيميشن بس لازم نشرحه بالأول أهم شي لازم تعرفه كاريفت أعاداتي بلواجه شباب خلنا نشرح موضوع بهدوء اللعبة لعبة الطاولة اسمه Dungeon & Dragons ولجيل الآيباد اللي ما بيعرفش معناتها لعبة الطاولة هاي لعبة بتلعبها بالحية دون أجهزة أو شاشات أقرب مثال على لعبة بتشرت عنا بالموطن العربي أو على إيه ببلدي هي المونوبولي أوكي اكتشفت بعد ما كتبت النص إنها هي مقارنة جدا سيئة جدا سيئة مقارنة اللعبة بالمونوبولي كأني عم قارنة لفت بالتمر الاثنين مكونين من ثلاث أحروف شو بتحتاج لتلعب؟ كلي بتحتاجه هو أشياء بسيطة عدد الناس المتحمسين ليلعبوا لأنه ما عندهم شي تاني يساووا طاولة إلا إذا بتحب تلعب على الأرض شخص اسمه دانجين ماستر هذا بيكون شخص حافظ قواعد اللعبة الكبيرة مخيلة كبيرة واللعبة ولغة إنجليزية لأنه الكتاب كله مكتوب لإنجليزي هلأ صار وقت نبدأ اللعبة عزمت كل رفقاتي الحقيقيين اللي نلعب سوا بس ما حدا كان فاضي فقررت اللعب مع كل رفقاتي الرقميين بس كمان ما حدا فاضي بس لقيت حدا بالنهاية لح أخلصر عليكم كل التجهيزات لحقلكم القصة المغامرة كلها موجودة بعالم سحري وخيالي شكلي حأضطر إني أجل شوي شغل على الفيديو لحالتي الصحية لا تخافوا لا تخافوا ما أنا حلغي بس لح أجله شوي صغيرة لطيب أكتر في عندي قناة لتعليم الرسم ممكن إنشور فيها بهالكم يوم فيديو جديد فالي بحب يشوفني وإنا عملت فلسفة شي ما بعرفه فتع قناتي على الرسم في قناتي للجيمينج قناتنا للجيمينج كمان بنشر عليها فيديوهات وممكن إنشور كمان بهالكم يوم ممكن تصير فعالة بأي وقت شكرا إنكم تابعتوا الفيديو لنهاية سلام